منتخبنا الوطن ان شاء الله مباراة مهمة جدا بكرة وتعتبر حاسمة بنسبة كبيرة جدا في مشوار التأهل هتقولي لسه بدريو 30 نقطة ومش 30 نقطة والكلام من ده جماعة نظريا كامل نسبة قوليه كان فيه مطش في المجموعة النهاردة قولينا تكتو كاميريت لكن انت لو كسبت بكرة غينيا بيساو خلص أسيوبيا مع الجبوتي خلص واحد واحد يعني كل الفرق في المجموعة عندنا بيتعدلوا ومطش غينيا بيساو الأخير ماشي اتعدلوا برضو بقى عندهم خمس نقطة بس حتى ما بيتغطوش علينا يا حتى احنا مش هنضايقكم المجموعة جميلة المجموعة جميلة لو كسبت انت بكرة خلصت يا باشا تكسب بكرة بعون اللي هجينيا بيساو انت تأهلت هتقولي لسه المشوار طويل ومشوار احنا لو بعد كل ده كمان ما تأهلاش يبقى نقفل القرى في مصر نقفل القرى في مصر وبالمناسبة يا جماعة بقى معايش الشيء مش شيء يسكر انا ضد اي واحد من المدربين القدامى ها اللي يطلعوا يقعد يقولي لك لا يا حسن عادي يعني لا لا يا اصل خلي بالك ايه يعني ما عندوش الكاريزمة يعني اصل لا يا حسن حسن اصل مش عارف مالوش تاريخ يعني انت عايز ايه يعني انت عايز ايه من حسن حسن مدايقك فيه حسن حسن اه كلمة تحديد عن واحد من المدربين الصابقين يعني مدايقك فيه حسن حسن عاملك ايه حسن حسن حاجة غريبة يا اخي بدل ما تقف وراء حسام حسن كونك قصري وطني بتحب المنتخب بلاش حسام حسن تحب المنتخب بس فيسيد يقول كلام يشجع ياما تسكت يقول كلام يشجع ياما تسكت لكن معلش يعني ما تبعليش فيها فإلا سوف دلوقتي حاجة غريبة جاء الواحد بيشوف والله يا جماعة حاجات تجنن أنا دلوقتي أنا دلوقتي يا مطلع قعد أخبط في حسام حسن ما حفظه الواققات طبعا الصورة كبيرة يعني هو أخبط في الجهاز الفني أنا مستفيد إيه وليه وعشان إيه يا سيدي أقول لك على حاجة انطاقت حسام حسن بس ما يغلط لما يخسر يا سيدي أقول لك على حاجة كمان كسب حسام حسن ما عجبكش الأداء الفني ماشي أقول إيه كلم فني بقى أصل بعض الجوانب اللي ليه علاقة مش عارف بالخط الأمامي أصل خط الدفاعي أصل التحرك أصل الضغط العالي أصل التحول أصل كل المصطلحات اللي حارك تسمعه دي اقول الكلام ده كله لكن انت دلوقتي جاي تقعد تشكك لا حسام حسن أصله مدر بعاتي أصله لا يستحق إقدارة المنتخب أو يستحق المكان اللي هو فيه أصله هو مش حينجح أصل مش عارف إيه وأصل حسام حسن مش جاي حسام حسن مش كاريزمة أما لما حسام حسن ما يبقاش كاريزمة مين اللي كاريزمة حاجتك يعني؟ مع كامل احترام يعني لأم حسام حسن مش كاريزمة ومرحرك اللي كاريزمة أما دي حاجة عجيبة والجنة نوحيات ربنا وإحنا عايزين إيه؟ إحنا عايزين إيه؟ الراجل كسب المطش الأولين الرسمي فرص كويسة تسع نقاط لو كسبت بكرة تمام؟ حتى لو بركينا كسبة المطش بتاحها هيبقى فرق خمسة بنت عايز إيه تاني عايز إيه تاني إن شاء الله بركينا كمان تتعدل عشان تبقى تأهلت بقى رسمي ناس بفهم كل حاجة لكن الواحد بصراحة بيستغرب بعض المدربين وأنا أقولته وأقولها تاني أهو بعض المدربين وصابقين بيتمنوا إن حسام حسن يفشل مع منتخم مصر أو بعض زملاء الكابتن حسام حسن يتمنوا إن الكابتن حسام حسن يفشل مع منتخم مصر دون النظر للمصلحة العامة منتخم الوطني لأن التمني ده بيقى واضح على كلامهم ومشهم واضح عوضوح الشمس يا سيدي ما تحبش حسام بس إحنا عايزين نفرح يعني أخسر فينا طيب طاقم حكام من السودان غدا لهذه المباراة المباراة حيكون ساعة سبعة إن شاء الله منتخبنا يكون موفق أمام منتخب غنيا بساو نقدر ناخد ثلاث نقاط مهمة جدا النهاردة اجتماع الفني أصفر على إن منتخبنا حيلبس التيشيرت الأبيض الشورت الأسود والشراب الأبيض في المقابل حارس المرمى عندنا اللي هو محمد الشناوي حيلبس أخدر فأخدر منتخب جنيا بساوه حيلبس الطاقم الأحمر بالكامل أما بالنسبة لإمام عشور فرص مشاركته كأساسي ضعيفة للغاية فرص مشاركته غدا كأساسي ضعيفة للغاية في الوقت اللي بيرجع فيه محمد حمدي لشغل مركز الظاهير الأيصر بعد انتهاء إقافه اللي هو الظاهير بيرامينز فبالتالي الأقرب يعني طيب الكابتان حسام حسن دايما بيمين لي مين كحب فني في نص الملعب عندك مروانة عطية وحمدي فاتحي دول بالنسبة لكابتان حسام حسن من العناصر المهمة جدا فهتشوفهم مع الكابتان حسام حسن كتير ممكن بكرة اليوم أساسي خلاص النهاردة الجماهير هناك في غينية بساوه كما حرسين أشد الحرص على حضور المران الخاص بالمنتخب الوطني المصري بأعداد جفيرة جدا ليه؟ علشان يشوفوا العالمي بتاعنا محمد صلاح ربنا يحمي عايزين يروح تشوف محمد صلاح فرصة فالكل ناس كتير جدا حضرت عشان تشوف محمد صلاح يعني ونقضوا على محمد صلاح وشجعوه خلال المران دي حاجة بصراحة تسعدنا بكل تأكيد يعني عشان تشوف محمد صلاح وشجعوه خلال المران